هناك رأي ودراسة في موقع مجلس الأمة تنص على أن القصور التشريعي يسبب اختلالا في المجتمع وإرباكا للبناء القانوني في الدولة ولكن الأمر يزيد صعوبة أما موجود قانون لا يطبق ويقصد فيه قانون جنسية قانون فاقد لقيمته عار عن هيبته وما المادة الثانية من القانون الجنسية الكويتي إلا مثال صارخ لعدم احترام القانون هذا رأي قانوني منشور في موقع مجلس الأمة أحد أهم مهام القضاء هو الحرص على عدم وجود أي انحراف على السلطة التشريعية وذات الأمر يجب أن يكون على الأعمال الحكومية وهذا يأكد ثقتنا بغضاءنا العادل وهذا اللي دفعني بأن أصوت معه حق اللجوء للمحكمة الإدارية الأمر اللي أصبح في الشارع ومن بعض الزمل من النواب حاولوا متعمدين يخلطون الأمور بعضها البعض التصويت أمس لم يكن على تعديل مواد الجنسية بل كان فقط لإعطاء المتضرر الحق بعد السحب لللجوء للقضاء نحن نرفض الإزدواجية وهذا مقدم من أحد الزملاء لكن ما يالى الدور عشان ناقشه نحن نرفض أي تعديل على قانون الجنسية لأن نظرتنا لهذا القانون يجب أن يعدل بالكامل وليس مادة مادة على هوا البعض ترجمة نانسي قنقر